دايماً الصعيد بيبقى واخد نصيب كبير قوي في حلقة إكسراليوم لو بنتكلم عن محافظة سهاج في إطار برضو جهود مصر لتوعية المواطنين بشأن قضايا الماء بتم تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية لرواد مراكز الشباب بهدف تنمية وعي الشباب وتكوين ثقافة واسعة عندهم عن قضايا المياه المختلفة لأن الماء مش مجرد قضايا واحدة لا ده فيه مختلف قضايا متعلقة بهذا المجال خلال تلك اللقاءات تم تعريف المشاركين بالسلوكيات الصحيحة والسليمة في التعامل مع مياه الشرب ترشيد الاستخدام الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي كمان تم خلال هذه اللقاءات اطلع الشباب على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة ويمكن دي حاجات ممكن احنا ما نقولش أصلا نفسنا عندنا وعي بيها فمش مجرد الاهتمام في محافظة سهاج ده لازم تعمم يعني على جميع المحافظات لأن ده بيفرق كتير قوي في صحتك بشكل مستمر خاصة ان المياه لا يمكن الاستغراء عنها ترجمة نانسي قنقر